شهدت العلاقات بين مصر وبلجيكا تنامياً مضطرداً في الفترة الأخيرة من خلال زيادة حركة العلاقات التجارية والاقتصادية تطور ملحوظ عكسه حجم التبادل التجاري بين البلدين وزيادة الاستثمارات الأجنبية المشتركة العلاقات والتجارية بين مصر وبلجيكا تشهد زخماً واسعاً خاصة خلال السنوات الأخيرة على كل الأسعادة في ظل الإصلاحات الاقتصادية التي نفذها الرئيس عبد الفتاح السيسي وكان لها التأثير الإيجابي على جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية للقاهرة 2019 كان شاهداً على قوة العلاقات الاقتصادية بين البلدين حيث احتلت بلجيكا المقام الثاني للاستثمارات الأوروبية في مصر كما ارتفع حجم التبادل التجاري بين القاهرة وبروكسل خلال عام 2019 ارتفع ليبلغ نحو واحد ونصف مليار يورو ارتفعت الصادرات المصرية إلى بلجيكا بنسبة 8 من 10% خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر 2020 مقارنة بذات الفترة في 2019 لتصل إلى نحو 256 مليون يورو مقابل 254.9 مليون يورو تحتل بلجيكا المرتبة التاسعة ضمن قائمة الدول الأوروبية المستوردة من مصر بقيمة بلغت 365 مليون يورو في 2019 وبناء على إحسائيات الهيئة العامة للاستثمار لعام 2018 فقد احتلت بلجيكا المرتبة الثانية عشر من حيث قيمة المساهمة الأجنبية في المشروعات الاستثمارية المقامة بمصر بنحو 222 مشروع برأس مال نحو مليار دولار وتتركز المشروعات التي تشارك فيها الاستثمارات البلجيكية في عدة قطاعات صنعية مثل الصناعات الهندسية ومواد البناء وتعدين والكيمويات والمواد الغذائية فضلا عن السياحة والزراعة والخدمات الحكومة المصرية من جانبها تواصل الجهود لبحث فرص جذب الاستثمارات البلجيكية إلى مصر كما تقوم الحكومة حاليا بمتابعة وتسهيل تنفيذ الاستثمارات والمشروعات القائمة والجديدة بالدولتين وحل تحديات المستثمرين ووضع الوسائل والأليات اللازمة لتشجيع وزيادة الاستثمار في البلدين ذلك من خلال تكثيف اللقاءات التنائية مع الشركات البلجيكية المهتمة بالاستثمار في مصر اشتركوا في القناة